اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يفعل من اول الرحلة الى اخرة ورحلوا اياه الى الشام وباعوا وتضاعق الربح ورجعوا وكان يشاهد العجائب الغمامة تضلله صلى الله عليه وسلم الغمامة تضلله صلى الله عليه وسلم تمشي فوقه السحابة اذا مشى وتقف اذا وقف وينزل تحت بعض الاشجار اليابسة فتخضر ويراه نصورا الراهب فيقول لميسره استوصي بهذا خيرا واحترس به فان يهود يتربطون به وهو نبي ودخل الى السوق وتبايع مع بعض بعض علماء النصارى وعرف انه رسول الله واسر الى ميسره يقول انت بي من هذا الرجل فان فيه علامات النبوة وهو النبي اخر الزمن ورجع بالاخبار ميسر ايرا خديجة بند خويت فازدادت رغبتها فيه وتعلقها به فارسلت اليه تخطبه لنفسها وكان يخطبها احيان واثريا قريش فترفض وما لها رغبة في النكاح لكن لها رغبة في الصفات الرفيعة ولها رغبة في القرب من الله بواسطة المقربين عنده فوقع في بالها ربما هذا هو النبي فخطبته وساعدت رضي الله عنها وكانت قبل النبوة تكلمه وتقول له اني رغبت فيك لما سمعت كذا وكذا وكان من قمال عقله وعدبه وتواضع للرسل الله سلم يقول لها إن أكون أنا هو فذاك وإلا فالذي عملت هذا معي لأجل سيجزيك قال لي عملت هذا من أجله وهو الله سيجزيك فهي قائمة على الإخلاص لله من قبل الإسلام وتخدم النبي من قبل الإسلام فلما جاء الإسلام كانت تزوده بالزاد إلى غار حراء وإذا كمل الزاد وخرج فتزود بزاد آخر وعاد ما بين عشر أيام إلى شهر ثم يعود فنزل عليه الوحي وجاء بالرسالة ومن غار حراء إلى بيت خديجة وأول عين رأت الوجه بعد النبوة خديجة وأول قلب تنور برور رسالة خديجة وأول من عرفت خبر الوحي والإسلام خديجة وآمنت به خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه ولم تزل تزداد به إيمان وتخدمه فجاءت به إلى ورقة بالنوفة يخبص عليه الخبر لتطمئنه أكثر فقال هذا الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى ولو انتني كنت حيا وكنت فيها جذعا حين يخرج قومك أنصرك نصرا مؤذرا قالوا مخرجيهم قال نعم ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي ثم لم تزل تزداد إيمانا قالت صاحبك الملك جبريلي إذا جاء أخبرني فمرة قال أقبل جبريل فكشفت راتها والملائكة لا تدخل منزلا فيه مرأة مخشوفة الرات فقال اختفى فردت الغطاء قال جاء كشفت راتها قال ذهب فردت الغطاء فقال الابو سيري يحكي قصتها عليها رضوان الله وعلمي كيف عرفت هذه المزية وكانت تستر راسها دائما وكشفته لتختبر هذا ملك أم شيطان فعرفت أنه الملك فمن الذي يغري نساءنا بكشف رؤوسه ويقول هو لكن أحسن ولنا سيرة أخذناها متسلسلا من مصدر التربية ينازعنا عليها أعداء الله يمنى ويسرى يقوله خير لكم كذا خير لكم كذا كيف نطيعهم وننسى دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى استمرت في خدمتها للنبي ومناصرتها له جاء جبريل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة فكان جارسا عنده فقال يا رسول الله هذه خديجة بن تخويل تدخل عليك مع هائنا فيه طعام وإيش معنى مع هائنا فيه طعام أنها كانت مع أن لها الجواري الكثير والخدم الكثير تخدم بنفسها وتطبخ بنفسها وتقدم للنبي بنفسها رضي الله عنها وهي سيدة كريمة غنية حشيمة تقدر أن تستخدم العشرات وعندها القدام لكن كانت بنفسها تخدم النبي تقدم النبي هذه خديجة مقبل عليك بينا فيه طعام فأقرعها السلام من الله ومني سيدني قال وأنا أسلم عليها إذا ربي يسلم عليها كيف أنا أسلم عليها أقرعها السلام من الله ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصاب عيلول مجوب لا صخاف فيه ولا نصب دخلت سيدة خديجة حملة لنا فيه طعام تقدم للنبي قال يا خديجة هذا جبريل يبرئك السلام من الله ومنهم ويبشرك ببيت في الجنة قالت ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى جبريل السلام رحمة الله وبركاته فردة السلام على جبريل وحيت ربها الله السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام عامة المؤمنين ما يحفلهم هذا السلام من الله إلا عند اللقاء تحيتهم يوم ويلقونه سلام وفي الجنة سلام قولا من رب لكن خديجة قبل اللي قوعدها في الدنيا سلام من الله لصدقها مع الله